النهاردة وحصل يجيب لكم اقوى دراس الجدول لتكلفة ارباح الف فرخة ويأترى ارتفاع سعر الكاتكوت هيأثر معانا ولا لا وهبوط سعر الفراخ كمان هيأثر معانا في الارباح ولا لا كل ده هنسمعوا النهاردة مع بعدينا ولكن فضلا لايس امر يحاول ما تقدمش الفيديو ويلا بنا نبدأ على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واغباركم ايه يا رب اشوفكم في احسن صحة وحال وزي ما تعودنا دايما نبدأ بذكر الله وبالصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين ومعليش اظهروني ان اخرت عليكم في الفيديو ده طبعا لان كان موضوع الفراخ مش منتظم الاسعار مرة عالية ومرة نازلة زي اتسعر الكاتكوت كان بيرتفع بشكل جنوني علشان كده حبيت استنى شوية لما نشوف اسعار الفراخة تيزبط عليه عشان كده عشان قلت عشان لما نزل الدراست الجدوى تبقى منتظمة ومظبوطة لان في ناس كتيرة طبعا بتنمشي عليها يعني والحمد لله ويلا بنا نبدأ على طول طبعا كلنا عارفين سعر الكاتكوت ارتفع في فترة دي طبعا وسجل سعر الكاتكوت النهاردة شركات 37 ولدي الكاتكوت الث Sherpa comes down and there are actually 37isé هيا شweisen لما نظب utilizar سعر الكاتكوت essesiliar طيب احنا هاتكلم عن دراست الجادوى سعر الاف كاتكوت 37 تلك سعر الكاتكوت يعني انا لو جبت الف كاتكوت هيكلفوني 37 Asset دي بالنسبة لسعر الكاتكوت يعني دي كده سبعة وتلاتين الف سعر الكاتكوت سعر الف كاتكوت تمام هيستهلكوا معي علف قدية استهلكوا معي تلاتة طن ونص احنا زي ما قلنا مع بعضينا ان الكاتكوت علشان يديك الوزن المثالي بتاعه هياخد يستهلك معك تلاتة كيلو ونص تلاتة تلاف وخمسمائة كيلو بالزبط يعني تلاتة طن ونص طن العلف النهاردة طبعا وده يمكن الحاجة الحلوة ان العلف مريح يعني سعر العلف الحمد لله مريح وده اللي هيعوض معنا هو صرف الكاتكوت وللمعلومة يعني لما الكاتكوت سعره يرتفع وسعر العلف ينزل ده بيبقى شيء كويس لان الكاتكوت انت بتشتري مرة واحدة وخلاص ولكن العلف طبعا لو مرتفع هتشتري انت بتشتري كميات يعني لو كيلو العلف مرتفع مقارنة بالكاتكوت لا الكاتكوت انت تشتري الكاتكوت العلف هتشتريه تلاتة كيلو ونص فلو مرتفع مسلا العلف مرتفعة معنا وما وليكن في الطن خمس تلاف او ست تلاف انت بتشتري تلاتة طن ونص للالف كتكوت فده هتفرق معاك يعني مهما ارتفع الكتكوت مش يعني مش هيظاهي ارتفاع سعر العلف. فخلو راسة الكلام لما ارتفع الكتكوت يعني اهون شوي بكتير من ارتفاع سعر العلف. وعلشان ما انتهش مع بعضينا. قلنا تلاتة طن ونص علف اتنين وعشرين طن العلف عامل دلوقتي اتنين وعشرين الف اللي العلف الشركات الكويس. يعني لو قلنا دي اه تلاتة طن ونص هيدونا سبعة وسبعين الف جنيه. هيدونا سبعة وسبعين الف جنيه. طيب زائد اه زائد عندنا سعر الكتكوت اللي هو سبعة وتلاتين الف. يبقى المجموع كده ادانا مية وربعتاشر الف جنيه. يعني لو احنا قلنا سعر الكتكوت اه سبعة وتلاتين الف قلنا الف كتكوت في سبعة وتلاتين يعني سبعة وتلاتين الف زائد اه اتنين طن ونص تلاتة طن ونص عفوا آآ علف. يعني كده سبع وسبعين الف جنيه زيت سبعة وثلاثين يبقى هنا مية وربعتاشر الف جنيه. يبقى احنا كده جبنا الكاتكوت وجبنا العلف تمام مية وربعتاشر الف جنيه. طيب قد ننجه لادوية والدوية ارتفعت شوية انا كنت زمان كنت بحط جنيه واتنين جنيه للادوية لكن مع إرتفاع طبع الادوية ارتفعت ممكن لسه ما ظهرش النزول بشكل كويس. ولكن سعر الادوية هنقول الكاتكوت على حد ما هيكلفنا اربعة جنيه. اربعة جنيه زائد ستة جنيه تدفع. يعني انا حطت كده بنسبة زيادة تدفع لان التدفع طبعا بتحتاج معاك الكهرباء والكلام ده في ارتفاع في سعر الكهرباء ان انت هتشغل تكيفات او هتشغل مبردات ومروح والكلام ده كله وشفطات. فسواء كان كده او كده فانت هتستهلك معاك ما تقوليش ان مش نستهلك تدفع كتير في الصيف. ماشي هتستهلك تدفع كتير ولكن في مروح وشفاطات وغيرها. ما علينا مش ده موضوعا احنا قلنا ستة جنيه هندبل اكتر ستة جنيه مسلا كانت تدفي يا فرشة الكلام ده كلو انت بتربي على الارض يبقى ستة واربعة ادوية يبقى كده الكتكوت هتكلفك عشر جنيه عشر جنيه في الف كتكوت عشر جنيه في الف كتكوت هدك عشر تلاف جنيه 10 تلاف جنيه زائد مية وربعتاشر الف مية وربعتاشر الف اللي هو سعر الكتكوت وسعر العلف. كده المجموعة يعني تكلفة الف كاتكوت من علف وادوية. ويتدفع او فرشة. كده مية اربعة وعشرين الف جنيه. اما العماله او الواي انا مش حسابه مع الالف طبعا. دلوقتي بالنسبة للعمالة او الايجار انا مش حسابه مع الالف كاتكوت دلوقتي. ولكن احط لك حزبتهم في الاشر وكمل معacing الفيديو الاخر وانت تفهم كل حاجة. طيب احنا كده حسابنا الحد الوقتي مية اربعة وعشرين الف جنيه سعر الا الشامل اللي هو كاتكوت وعلف وادوية وتمام التمام وفارشة. ولكن نركزوا معايا احنا كده ما حسبناش سعر العمالة ولا سعر الايجار. طيب لان الالف جنيه انا حاطط لك مش حاطط لك دلوقتي الاسعار عشان انت لو هتربي الالف ممكن تربيهم عندك لو عندك مساحة بيت كبيرة او الكلام ده كله ممكن تربيهم عندك ولكن انا هحط لك السعر ده في اخر الفيديو ان شاء الله. طيب نيجي كده احنا خلاص ادعونا التكلفة تكلفنا المزرعة من عبارة عن الف كاتكوت كلفتنا مية اربعة وعشرين الف جنيه. هنيجي بقى نقصم التالف اللي هو مكون من سردة او نافق. طيب السردة والنافق هنقول خمسة في المية هي مش هتتتعدل خمسة في المية لو انت عندك خبرة او انت شغال بضمير او شغال كويس او العامل اللي شغال او حضرتك شغال كويس مش هتتعدل خمسة في المية ابدا اتبه طبعا. ولكن احنا هنحسب لها خمسة في المية. خمسة في المية بمعدل خمسين فرخة في الالف كدكوت يعني خمسين فرخة في الالف فرخة او الالف كدكوت اللي عنده حضرتك يعني الناتج هيبقى عندك كم فرخة تسعمية وخمسين فرخة بالتمام طيب تسعمية وخمسين فرخة احنا متعودين في دراسات الجدوة كلها اللي بنحسبها بنقول ان احنا عشان الكدكوت يستهلك معانا ثلاثة كيلو ونص علاف هيدينا وزن من اتنين كيلو لحد اتنين كيلو ستمية وبتختلف طبعا بين فرخة وفرخ يعني فيه فرخة بتلاقيها اتنين كيلو فيه فرخة اتنين مية فيه فرخة اتنين تلتمية فيه فرخة اتنين خمسمية فيه فرخة اتنين ستمية وهكذا يعني ما بتزيدش عن ستمية وما بيقلش عن اتنين. احنا طبعا خصمنا الصاردة. فهنقول متوسط التسعمية وخمسين فرخة دول كم? المتوسط بتاعهم هنضرب الاوزان كلها مش نقدر نوزن فرخة فرخة. فبالتالي هنضرب المتوسط بتاعهم. هنقول الفرخة 2 كيلو ومثلا وربع يعني 2 كيلو 250 جرام بدي معدل او متوسط الفرخ كلها هنضرب 950 فرخة في 250 جرام في اللي زيادة في اللي نقصانها الضهي معانا كده هتلاقي النسبة تطلع معك كده مزبوطة لما تضربها في 2 كيلو 250 جرام طيب تمام لو ضربنا 950 فرخة في 2 كيلو 250 جرام هنلاقي الناتج عندنا 2137 كيلو يعني احنا كده عندنا 2137 كيلو لحمة صافي ده سعر الفرخ ده وزن الفرخ عندنا او وزن اللحوم عندنا هنلاقي 2137 كيلو فرخ طيب ده بفضل الله وبإذن الله ان شاء الله طيب برصة النهاردة بالنسبة للفرخ البرصة عاملة ايه الحقيقة البرصة زي ما قلت حضرتكم نازلة طبعا برصة الفرخ النهاردة 79 جنيه يعني انت البرصة تنفيذ 79 جنيه عشان تجيب تاجر اشتري منك الفرخ ده هتشتريها منك على 79 جنيه بإذن الله اللي وسعر النهاردة خمسة سبعة طيب بالنسبة ل 79 جنيه احنا لو ضربنا عندنا كده 200 معلش 2137 كيلو في 79 جنيه هتلاقي الناتج عندك 168823 بالزبط بسم الله ما شاء الله كده تمام احنا قلنا احنا صرفنا كان بقى قلنا صرفنا 124000 يعني احنا صرفنا 124000 لو ضربنا يعني 168823 خصمناها منها 124000 اصبحت عندنا الارباح بفضل الله 44823 كده الارف فارخة ارباحها 44823 طيب كلام جميل وزي الفل الحد هيقول لي انت ما حسبتش المزرعة اللي كنا تكلمنا عنها في الفيديو في الاول ما حسبتش المزرعة اللي جر مزرعة او ما حسبتش عمالة يا سيدي تمام انت عندك 440000 ما علينا من تمنمية دي خلص اقولي 440000 ماشي انت لو خصمت ارباح لو خصمت مزرعة اقجار مزرعة على الالف انت مش هتأجر مزرعة على الالف ومش هتجيب عمالة على الالف فانت يبقى خمس تلاف اقل حاجة اقل حاجة عشان تأجر مزرعة أو تجيب عمالة يبقى عندك خمس تلاف قولي يا سيدة هتحشيل منها هكده كده عشر تلاف جنيه يعني نقولها تشيل منها عشرة اصبحنا الالف تلاف لو ضربتها في خمس تلاف يبقى انت كده خمسين الف انت مشجيب عمالها بخمسين الف اتجار المزرعة مثلا عشر اتناشر خمستاشر الف شجيب عمالها بالباقي ده كله فانت هتقول لو هتصفي معاك الالف اربعة وتلاتين الف او خمسة وتلاتين الف جنيه في الالف يعني انت شوف لو عندك خمس تلاف هتديك قد ايه? يعني المشروع لسه برضو مربح ومفوش اي جلج وما تجلجش منه. ولكن زي كل دراس الجدولة بقولها او كل فيديو انا بنزله بنابقى ما ينفعش الموضوع تكون الهدف الاول والاخير منه الارباح لازم يكون عندك هواية لازم يكون عندك خبرة لازم يكون عندك شغف لحب المشروع ما تعتمدش على حتة الارباح وبس لازم انت تكون حابب بالمشروع ما ينفعش تعتمد تجيب اي عمال تقفل مشروع وخلاص لو انت ما عندكش خبرة استعين بحد عنده خبرة يا اما عمالة تكون عندها ضمير وتكون على دراية ويكون فيه حد مسئول من المزرعة يا اما تكون شايف دكتور بيتري او حد متخصص تدخله معاك شريك او على الاقل يشرف لك على المشروع يبقى هو المسئول ما ينفعش تعتمد على على حاجة كده وخلاص وتقول انا لان الموضوع زي ما يليه ارباح كويسة فهو بيتكلف معاك تكلفة كويسة ولقدر الله لو اهملت فيه او حصلت معاك مشاكل فبالتالي هيسبب لك خسائر مفيش كلام فلو هتعمل المشروع يريد يعني تعتمد على العمالة اللي عندها خبرة واهم حاجة كمان على فكرة حتى لو انت عندك خبرة او انت عندك دراية بالموضوع لازم العامل او العمالة اللي هتجيبهم عند حضرتك لازم يكون عندهم ضمير وعندهم خبرة بشكل كويس جدا جدا علشان يقدروا تقدر تطلع بارباح او تقدر تستفاد بمشروع بشكل كويس وتعبك ما يروحش ببلاش وده كان فيديو النهاردة انا بشكر اخوان اللي كملوا معاك الفيديو الاخر وياريت لو مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الدرس والشكرا لحضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه